من قرأ هذه البشرة ظن أنه يوم أو يومان وسترحل الميليشيات عن جرف الصخر ويعود أهلها شهر شهران خمسة أشهر مرت وفي النهاية لا شيء جديدا وبدأ أن تلك الوعود مجرد تخدير انتخابي انتهى مفعوله تحل اليوم ذكرى سبع سنوات من تهجير أهالي جرف الصخر دخلت الميليشيات المنطقة واعتقلت من اعتقلت وهجرت البقية ولم يدر الأهالي المنتظرون أن ما يحصل هي خطة ممنهجة تقفل باب العودة إليها تحولت المنطقة لأكبر مخزون عسكري وقاعدة للصواريخ إضافة إلى مراكز اعتقالات ومسالخ لتعذيب المفقودين وكما وصفها مسؤولون أرضا إيرانية على الأراضي العراقية مطالبات عدة ودعوات أهلية لحل قضية مهجر جرف الصخر ولا مجيب من الحكومة ليحسم إياد علاوي الجدل القائم بقوله إن ملف ناحية جرف الصخر بيد إيران ويعزز ذلك ما ذكرت تجمعات أهلية حاولت لقاء حكومة بغداد من أجل قضية جرف الصخر فكان الجواب أن يذهبوا إلى لبنان فأمر ناحية بيد المسؤول عن الملف العراقي بميليشيا حزب الله اللبناني محمد كوثراني فما يسمع من وعود ويتردد من مطالبات بالناحية ليس إلا تجارة بمأساة أهلها وتعليلا لهم بأمنيات وهمية يراد منها الدعايات الانتخابية إذ أن قضية الناحية أشد تعقيدا من أن يتم حلها داخليا ناحية جرف الصخر أصبحت نقطة تحول في مشروع الميليشيات في العراق وكشفت عن نهج تغيير ديمغرافي يستهدف المناطق الاستراتيجية في العراق لإنشاء خرائط طائفية جديدة تمر على جثث المدنيين وأطلال منازلهم ترجمة نانسي قنقر